في لقاء صحفي بقصر الأمم المتحدة بجنيف استعرض فريق الخبراء الدوليين حول اليمن التابع للأمم المتحدة تقريره الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في اليمن واعتبر الفريق الأممي أن إطلاق الحوثيين قذائف متفعية عشوائية بشكل متكرر على المدن اليمنية واستخدامهم للألغام الأرضية يعتبر انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ويرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية الألغام التي تركها الحوثيون تقتل وتشوه الناس بعد انتهاء القتال بفترة طويلة أما الحصار وما يمكن أن يشابه الحصار والهجوم على أسباب الحياة في اليمن والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية ووصولها كل هذا يحرم السكان من الغذاء والماء والأدوية في حين يعيش فيه اليمن أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل أكثر من 24 مليون شخص أي حوالي 80% من السكان اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية لمجرد البقاء على قيد الحياة دعا فريق الخبراء الدوليين لوقف جميع عمال العنف التي ارتكبت ضد المدنيين وشكلت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وأدان الفريق الأممي الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على بعض المدن اليمنية واستخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين واستغلال الإغاثة الدولية لتنفيذ أجندة سياسية أثبت من وقائع دفعتنا إلى الوصول للاستنتاج بأن استعمال مثلاً المواد الغذائية والإعانة التي قدمت إلى اليمنيين كانت محل توظيف من قبل العديد من الأطراف منها الطرف الحوثي ولكن ليس الوحيد في هذا الشأن وأيضاً بالنسبة للألغام تحديداً كانت تمكننا من الوصول للاستنتاج لأن الألغام التي وضعت الحوثي أو القوات المتحالفة مع الحوثي كان لها أثر كبير على السكان باعتبار أنه لم يقع أعلام السكان عند خروج الحوثي من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها بوجود ألغام وبالتالي هذه الألغام تسببت في عدد كبير من الموتى ومن الضحايا سواء كان الموتى أو جرحة وتبعاً انتلاق من هذا الاستنتاج يعني يكون يعني توجهنا إلى إلى القول بأن تمثل يمثل ذلك يعني جريمة بالنظر إلى القانون الإنساني الدولي وفي الختام حث فريق الخبراء جميع الدول والمنظمات الدولية إلى تعزيز كافة الجهود وبخاصة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتوصل إلى حل سياسي وأكد أعضاء الفريق الأممي أنهم سلموا المفوضية السامية لحقوق الإنسان قائمة بأسماء أشخاص وجماعات ليست أسماء دول لمحاكمتهم وتسليمهم للعدالة الدولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية هذا ما أكده تقرير الخبراء الدوليين حول اليمن طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف